بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بطلب الدبلوم القانون العام إن شاء الله أنا الدكتورة بيعمر فاتح الباب سوف نتولى شرح كتاب القانون الإعلامي الجزء الأول وريط الصحافة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وطبعا المادة بتحتوي أول موضوع تعريف القانون بوجه عام ثم تعريف القانون الإعلامي وموقع القانون الإعلامي بين هذه الأقسام من القانون وطبعا معروف من القانون مجموعة القواعد المنزمة التي تلزم الأشخاص بسلوك معين يترتب على مخالفة هذا السلوك طبعا عقوبة أو جزاء يحدده القانون وهذا الجزاء بتطبقه السلطات العامة في الدولة وطبعا عارفين احنا أهم حاجة في هذه الموضوع التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص والقوانين المختلطة فالقوانين العامة التي تنظم هي المجموعة التي تنظم العلاقة بين الدولة والأشخاص العامة بعضها بعض أو بين الدولة والأشخاص العامة والأفراد إذا كانت الدولة أو الأشخاص العامة يظهرون في هذه العلاقة بمظهر السلطة العامة فطبعا من ضمن هذا القانون العام القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون مالي والقانون الجنائي يعني وإن كان البعض يسمى القانون الجنائي أنه هو قانون المجتمع وطبعا هذه القواعد بتبقى قواعد فيها طرف الشخص العام يظهر بمظهر السلطة العامة وبيكون مثلا يظهر فيه سورة قرارات أو في سورة توقيع جزاءات من جانب واحد أو قواعد مثلا تنظم العلاقات الأساسية بين الدولة والأفراد وبين الأشخاص العامة والأفراد وتظهر هذه الأشخاص العامة بمظهر السلطة العامة القانون الخاص يبقى بالموع القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأشخاص الخاصة بمعنى بين الأفراد بعضهم وبعض وبين الشركات الخاصة والأفراد العاديين أو بين الشركات الخاصة التي تهدف تحقيق الربح وبين الأفراد أو برضو تنظم العلاقة بين الأشخاص العامة والأفراد بس إذا ظهرت الأشخاص العامة بمظهر الشخص العادي لأن الدولة أو الأشخاص العامة زي الجامعة أو زي المحافظة بتبقى فيه علاقة وجهيا تستخدم فيه السلطة العامة اسدار قرار بفصل موظف او توقيع جزاء تعديبي او قرار بنقل يعني موظف من المكان الى اخر كنوع من الجزئات كل هذه انتبقى قرارات ادارية لانه الدولة او الادارة تظهر فيها بمظهر السلطة العامة لكن بليها برضو والشي خاص ان هي ممكن الدولة تتعامل او ممكن المحاوظة تتعامل مع الافراد وتظهر بمظهر الشخص العادي بمعنى انها لا تمارس سلطة عامة في مياه الافراد كشراء الدولة لبعض المنتجات بتفاصل وتاخد بعض التخفضات بس مرة واحدة تشتريها وبالتالي يبقى هنا دي علاقة خاصة ينظمها القانون الخاص سواء القانون اللاجمي او القانون التجاري وهكذا فيه القانون مختلطة اللي هي تنظم العلاقة او الهزئة الاشخاص ويبقى العلاقة لي شوية في علاقة عامة وشوية في علاقة خاصة والقانون يتضمن تنظيم مثلا الحقوق والحريات العامة يتضمن طبعا العلاقة بين الاشخاص الخاصة والدولة فيما يتعلق بحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية التنقل ده برضو بيبقى قانون عام والدولة بتظهر بمظهر السلطة العامة ده قانون عام وممكن برضو القانون يظهر بقواعد خاصة لانه هذا القانون بيبقى يتضمن سلوك عادي وانطبق القانون العادي فالقانون العلامي من نوع القوانين التالتة اللي هالقانون المختلط ليه لانه فيه قواعد تنظم حرية الرأي وتنظم حرية العقيدة وتنظم حق الصحفي وضماناته وتنظم طبعا كيف يصدر الترخيص للصحيفة او كيف يصدر الاختار كل هذه الامور بيبقى ينظمها القانون الاداري والقانون الدستوري وكذلك القانون دولي طبعا الاعلام وازاعة ووكالات الانباء العالمية وازاعة الاخبار وقد تكون هذه الاخبار طبعا متعلقة ببعض الشؤون الاقتصادية للبلاد كل هذه بتبقى علاقات عامة وأيضا يتضمن الكون الاعلامي القانون الخاص في مثلا نشأة الشركات الشركة الصحافة أو للاقب الصحافي ورب العمل هذا قانون عمل وكيفية ممارسة الشركات المساهمة والشركات التطفئة بالأسفل مثلا للإعلام بيجب شركات خاصة التوصيل بسيطة أو التوصيل بالأسهم أو شركات المساهمة لكلها بيبقى تنظمها القانون التجاري وبالتالي القانون الإعلامي يعتبر قانونا خليطا أو مختلطا بين القانون العام والقانون الخاص بعد كده في الموضوع الثاني اللي هو حرية الرأي حرية الرأي من الحرية الهمة التي يجب أن تكون منظمة سواء في الدستور أو في القوانين الأخرى القانون العام يعني بينظم حرية الرأي وطبعا تعريف حرية الرأي اللي هو حق الأشخاص في التعبير عن آرائهم وعن معتقداتهم وسواء السياسية أو الدينية وبأي وسيلة عبره وفي كل الوسائل والمناسبات يكون الشخص حرا في إبداء رأيه وهذا الرأي طبعا بيكون له أثر اجتماعي لأنه يتعلق بكرامة الشخص أو يتعلق بكينونته في المجتمع واحترام المجتمع له فبالتالي لابد أن يكون رأيه مصولا أو مضمونا أو محاطا بالضمانات القانونية التي تكون في الدستور والقانون الإداري طبعا تبادل آرائب في كافة لوحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بيؤدي إلى إمكانية الوصول إلى أفضل حلول التي تقدم المجتمع والدولة وطبعا نظرا لهمية هذه الحرية بتاع حرية التعبير أو حرية الرأي دي بيبقى برضو مرتبط بها يعني حرية الرأي لازم عشان تبقى فيه حرية رأي لازم تبقى فيه حرية التعبير يعني أنت تعبر عن رأيك سواء كتابة أو شفاية سواء بالكتاب أو بالرسم أو بالانضمام إلى فكرة معينة والانتماء إليها انتماء الحزب السياسي أو الخروج من الحزب كل هذا لابد أن يكون مقصونا في الدستور حتى إعلان الحقوق العامة إعلان الحقوق العامة التي طبعا أعلنت في مساق الأم التحلة يضمن برضو حرية الرأي وفي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان بعد قيمة الثورة الفرنسية ساعة 1889 نص هذا الإعلان على أن حرية الرأي وتبادل الأفكار يأسمى ما يكون من حقوق الإنسان ومدى العاشرة من الإعلان الفرنسي نصت برضو على أنه لا يجوز الأدران بأحد بسبب رأيه حتى لو كانت دينية بشرط أن لا يؤدي التعبير عنها إلى الإخلال بالنظام العام الدستور الكويتي برضو نص على ذلك والدستور المصري نص على ذلك وطبعا كل فرد يكون له الحق في اعتنق الأراء بين التلخل وكل فرد يبقى لي حرية الرأي والتعبير عن الرأي وكل ذلك بيبقى كل الدستير بتنص على ذلك تقريبا في الدول الحديثة لأنها طبعا من المسائل الهامة التي يجب احترامها دستوريا واجتماعيا طبعا المساق الأفريقي برضو تضمن لصادر ساعة 1981 أنه رأيه في المادة التسع منه لكل فرد الحق في تنقل المعلومات وارتباط الحر شرط التزام بالقانون وتنظيم الحرية بطريقة أكثر تفصيلا في القانون والقانون طبعا بيصدر تنظيم هذه الحريات وبالتالي لا يجوز فرض قيود على حق التعبير بطرق أو وسائل غير مباشرة زي إساءة استخدام الرقابة الحكومية أو الرقابة الخاصة على الصحف والإزاعة وعلى أجهزة وبالتالي بيبقى فيه ضمانات قضائية والإقامة قضائية على مثل هذه الأعمال التي تحاول تخييد حرية الرأي والتعبير عن حرية الرأي وده موجود في الاتفاقية الأوروبية برضو الذي سنة 1950 وعبرت هذه الاتفاقية عن ضرورة حرية الرأي وحرية التعبير في المادة العاشرة منها وطبعاً هذه طبعاً بتبقى مقيلة بما يسمى بالنظام العام وشروط متعلقة بالأمن القومي أو سنمة الأراضي أو السنمة العام ومنع الجريمة أو الإساءة للصحة العامة أو الأداب العامة كل هذه بتبقى قيود على حرية الرأي يطبقها القضاء في حدود القوانين والدستور المتاحة وفي حدود الفهم للنظام العام في المجتمع بالتبقى طبعاً في تبقى على هذه الحرية بما يكفل حماية النظام العام في مصر طبعاً نصة الدستير كلها على حرية الرأي سلسل 56 نصة على أن حرية الرأي يربحس للمكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو يارزلك في حدود القانون كذلك دستور 1871 نصة على حرية الرأي في المادة 47 نصة على أن حرية الرأي مكفولة وكل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو يارزلك من أي وسيلة بالرسم حتى برضو له الحق في هذا وذلك في حدود ضمان سلامة البناء الوطني بكل ده بيبقى فيه حدود طبعاً اللي هو تماماً النظام العام الاجتماعي أو سلامة البناء الوطني وكل دستير تقريباً نصت على هذه الضمانات لحرية الرأي وحرية الفكر وحرية التعبير طبعاً دستور 2014 نصة في المادة 66 على كفالة حرية الرأي والتعبير وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر طبعاً لازم حرية الرأي دي طبعاً تبقى موجودة وكان الدستور الفرنسي السابسة 1787 والذي طبقها في بداية 1789 نص على أنه لا يجوز الكونغرس أن يحرم أي شخص من حريته في أن يقول أو يكتب أو ينشر أي شيء يريده وبالتالي القضاء الفرنسي برضو يؤكد على ذلك ويقرر أن حرية الرأي تعتبر حقاً للأفراد وليست غاية وحيدة للإنسان دائماً غاية الإنسان دائماً أن يعيشه هراً وأن يعيشه مطمئناً ويكون له حق التعبير ومن التالي فهو حق وغاية للمجتمع وممارستها لازم برضو تراعي النظام العام وتراعي العدالة والمساواة والأخلاق حتى يتحقق التوازن بين قيم المجتمع وما يدور فيه من حرية أو تعبيرات عن الرأي كل حتى الدستور الدنماركي والدستور الأزباني والدستور اليوناني كل ده عم سلة لحرية الرأي وبالتالي بتبقى أساسية في المجتمع بعد كده هنتكلم إن شاء الله عن الضمانات لحرية الرأي وهذه الضمانات بتبقى مهمة في القوانين إن شاء الله القوانين الدستوري وبالتالي فيها ضمانات طبعاً كفالة عدم معاقبة الأفراد مرستين حرية الرأي وعدم التجريم الجنائي وده إن شاء الله هنتكلم فيها المحاضرة اللي جاية شكراً